للعقيدة هذا ايضا بيانه في رسالتي التوثل الواع و احكامه و هل من التصر كجواب عن هذا السؤال التوثل الى الله بخلقه مبيل او رسول او صالح هذه ليست مسألة فقهية فقط انها لا مخاس في العقيدة والواقع يؤكد ذلك لان كثيرا من الناس حينما يجادلهم في هذه القضية يقعون في تشبيه رب العالمين في الحكام الظالمين الجائرين فيقولون ليس على البداهة دون اي تفكير انها في ذلك خاجع انت امير او ملك انت بتحركيه بأسا ولا بتخططه واسطا نتفرح من انتباه له معه مسجين لانه نخطه واسطة فبيقول هو انه غلبنا بحشته لكن ما بيعد تسير انه وقع في الكبر الصريع وهذا ما نبينه له بعد ذلك استراعا نقول له يا اخي اذا كان عندك امير بتكلمه بدون واسطة مثل عمر الخطاب وامير بدك واسطة او اكثر من واسطة ايه ما خير يرجع بابي فيه بحاله يقول لا هم لي ما بدون واسطة هو خير من هني بدون واسطة طيب تعرف انت شو نساوي لم ترضى ان تشبه ربك بالملوك العاديدين ولو انك فعجت ذلك لك فرص حتى ايه حتى شفقته بالملوك الجائبين عمر الخطاب مثلا طبع لنبي عليه السلام كان مفتح لبوع اي انسانيات البذوي من الصحراء يقول له يا عمر عايشتي كذا وكذا ويصح منه فان كانت حقا حققها له وان لا صرطه فعمر خير من الحجاج مثلا المهير الظالم فلو قال انسان ان رب العالمين يسمع من عبده بدون واسطة مثل عمر كن كفر لان الله يقول ليس كمثل اشياء خفيف ودون الجماعة ما عمده وشبه ربهم الا بالملوك الظالمين فهذه قضية ثقفية خرعية كما يتوهم بعض داعات اليوم الى علاقة بالعقيدة الصميم نعم في سورة شكلية محظة ممكن ان تكون النصر كما يقف عن ذلك الكاتب مثل الشوكاني مثلا الامام الشوكاني من كبار ائمة السنة الذين اصلهم من الزيدية لكنه اهتدى بالسنة وخرج عن التمذهب منهب الزيدية هذا الرجل مع فضله بقي عنده رواسب من منهب القديم فيما يبدو الله تعلم منها انه ينهب الى جوال التوسط بالاولياء والصالحين لكن لا يلاحظ في ذلك ما سبق وانشارة اليه آنفا مما عليه جماهير الناس اليوم بإلا جاء الحديث في ذلك ويعني بذلك حديث الأعمى فهمه فأعمى قطعا ولا حكم شرعي فنحن نتعبد الله به هذا العالم لمثله ممكن ان يقال ان التوسلوا من باب انخلاف الكروع فالخطر سهل اما جماهير المسلمين اليوم ليس التوسلوا من القديم الابد واشعر هذا كما قلنا سنافته بالثالثة الفكر والحمد لله رب العالمين يشعر